أتمنى لك التوفيق وأتمنى الاتفاق فريق كبير وعريق وكمان مدرب عمار مدرب يعني مصطفى السير الزاتي شو بدك تحكي بالسير الزاتي السير الزاتي أنت بدك تقسمها هون هو النتائج العملها مصطفى مع فرق كتير كبير يعني هو أول شي بفرنسا درب كان طلع مع ديون على الدرجة الثانية وطلع مع سين تيتين على الدرجة الأولى بإفريقيا استلم منتخب مالي طلع الثالث ما هو كاسي أفريقيا بعدين أخذ مازنبي مازنبي لديك الفكرة يمكن كان من أغنى الأندي أخذ معه دوري أبطال أفريقيا أهلي المصري أنت عم تحكي على الزمالك أنت عم تحكي الرجاء البيضاوي أربع أربع عندي على مستوى أفريقيا مصطفى مفروض تفوز معهم ببطولات وده تقسمها على المرحلة الإجافية على السعودية فينا نقول النصر لم يكن موفق مع التعاون إجاب مشان بطولة آسيا لأنه هو كمان لم يكن موفق وهلأ الرحلة الثالثة مع الاتفاق إن شاء الله يكون يعني هلأ اسم مثل ما قلت تصيرها ذاتية عالية جدا بس في مقومات النجاح خصوصا أنت عم تلعب مع فريق بين أنت عم تدرب فرق فرق مصطفى عم تبحث على الألقاب وبين أنت عم تدرب فريق تحت الضغط وعم يدور على الهبوط نفس الموضوع أبو سلطان أحيانا يعني مثلا فشل مدرب الهلال حاليا دياز فشل مع النصر الإماراتي وعم ينجح حتى الآن مع الهلال السعودي لقصة أدوات يعني ما فينا نحكم على كارتيرون صحيح ما فينا نحكم عليه نهائيا الأولاد منيحون ولما منيحون الأدوات أنا دائما أنا دائما أقول التولز اللي عند المدرب الأدوات التفاعل لازم إنجليزي يعني معنا لك أدوات التولز يعني كذا يعني زي ما تقول ترجع على المود ترجع على المود نحاول إن شاء الله والله شوفي أبو كرام علشان أقول لك يمكن الدكتور تكلمع دكتور أنا ترى المفروض أني أعتذر لكن من مبدأ أنه يجب أن لا تغير نمط حياتك دائما المتوفي تدعي له لأن الحزن ما يفيده هو بحاجة للدعاء وليس بحاجة للحزن والبكاء صحيح الدكتور أوفى بالمدرب وأنا أتمنى من قلبي التوفيق على الاتفاق في أي مباراة حتى وهو يلعب مع النصر لأن زي ما تفضلت الاتفاق فريق كبير ولازم يبقى وأتمنى أن يبقى ترجمة نانسي قنقر